انتقدت فرنسا على أن سلطات القبار صلاتراكي عادة فتح جزئي لمدينة مهجورة من أجل احتمال عادة توطينها ووصفته بأنه عمل استفزازي يعتبر الموقف الفرنسي أحدث ردود الفعل الأوروبية والأمريكية التي أدانت النشاط التركي في الجزيرة المتوسطية الانتقادات الغربية للخطوات التركية الأخيرة في جزيرة قبرص تتواصل وتعكس تداعيات افتتاح الرئيس رجب تاي باردوغان لمنتج عفاروشا فيما يسمى بالجزء التركي من الجزيرة المتوسطية فرنسا انتقدت الخطوة التركية ووصفتها بأنها عمل استفزازي وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جون إيفلوت غيون قد ناقش الأمر مع نظيره القبرصي وسيثير المسألة في الأمم المتحدة اليونان فعلت الأمر ذاته وآدنت الإعلان التركي في الجزيرة القبرصية واعتبرته انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الجزيرة المتوسطية الموقفان الفرنسي واليوناني يأتيان في سياق موقف موحد للاتحاد الأوروبي إزاء النشاط التركي في جزيرة قبرص قد عبر عنه مفوض السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوغيل بشكل صريح وواضح من جهتها عبرت بريطانيا عبر وزير خارجيتها دوميني كراب عن قلقها البالغ إزاء الخطوة التركية كذلك حذرت الولايات المتحدة تركيا من تداعيات الخطوة وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن تعتبر ما يقوم به القبارس الأتراك في فاروشا غير مقبول ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناء في محادثات سلام وتوحيد الجزيرة من إسطنبول ينضم إلينا السيد مصطفى أوسجان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومن بروكسل السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث أهلا بكم على شاشة الغد وأبدأ معك سيد أوسجان في إسطنبول ما الذي دفع تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة الأحادية والتراجع عن التزاماتها السابقة هل هو الالياس من الوصول إلى عملية سلام في قبرص بشقيها التركي واليوناني أم ربما لامتلاك أوراق ضغط إضافية في هذه المفاوضات المتوقفة طبعا منذ العام 2017 طبعا تركيا ترى أن القبرصة اليونانيين لديهم تعنت قد طرحت على الكبرصيين شمالا وجنوبا قبل عشرين سنة أو قبالة عشرين سنة خطة عنان ولكن الطرف الذي رفض هذه الخطة هم قبارصة اليونانيين ليس الأتراك إذن هناك التزامات على الطرف الثاني قبارصة اليونانيين مع الأوروبيين لأن لدى الأوروبيين تعهدات بالنسبة لقبارصة الأتراك تحفظات مالية وغير المالية وفتح المناعات الكبرصية بالنسبة لقبارصة الأتراك ولكن لم يفعلوا شيئا إذا عطا عهداتهم في السابق بالنسبة لمدينة مرعش طبعا هذه القضية قديمة هذه المدينة محجورة أصلا الطرف التركي بعد التدخل الأسقر أخذت هذه المدينة للمفاوضات ولكن اليونانيين اعتبروا أن تحصيل حاصل يعني استعدت هذه المدينة بالنسبة لهم تحصيل حاصل لذلك لم يدفع للتفاوض لقبارصة اليونانيين مع الأتراك لذلك تركيا لم تستفيد من احتفاظ هذه المدينة وأن تكون هذه المدينة محجورة لذلك منذ سنتين أو أكثر تركيا تتحدث عن فتح نشاطات التجارية غير التجارية لهذه المدينة واستعادة بعض التجارة وبعض أصحاب الأملاك الذين لديهم أملاك في هذه المدينة أن يستعيدوا أملاكهم يزاولوا التجارة أو يسكنوا مجددا في هذه المدينة مدينة سياحية مدينة جميلة ومع إلى ذلك إذن تركيا لديه أصلا خطة بناوة تجارية في هذا المجال وكان قد ترهعت أصلا وصلت هذه الفكرة معروفة هذه المنطقة السياحية ولكن أن تتخذ خطوة أحادية الجانب من الجانب التركي وهذا أثار ردود فعل غاضبة جدا في الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أيضا تركيا تعلم أن هذا الأمر سيشعل غضبا ضدها مع الأمريكيين ومع الأوروبيين هل العلاقات التركية الأوروبية أو التركية الأمريكية بحاجة إلى مثل هذا التوتر الجديد؟ صحيح يعني تتأثر إلى هذا الدماء من مفعلات هذه القضية قضية كبروسية قضية أصلا معقدة وقضية عميقة لذلك بين الليلة وضحاها لا يمكن حالة هذا الموضوع بل يتطلب زمان أطفال وأيضا أن تكون نواية حسنة من الطرفين ليس من طرف تركيا فقط تركيا ترى أن الدول الاتحاد الأوروبي يعني يدفعون القبارسة اليونانيين للتعاند يعني ليس هناك مصاوات بين الطرفين القبارسة اليونانيين والأتراك في نظرين أكذا الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح إذا مع قبارسة اليونانيين إذن تركيا ترى أنهم يعني كيف نقول يعني منهازون نعم وصلت هذه الفكرة وهذا الانحياز نعم دعني أتحول به إلى دكتور رمضان أبو جزر في بروكسل دكتور رمضان يعني الخطوات الأوروبية المتوقعة واضح ومفهوم هذا الاصطفاف غير الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي مع اليونان ومع قبرص ولكن عمليا ما الذي يمكن للاتحاد فعله تحياتي لك وإضافك الكريم بالفعل الرد الأوروبي لم يتأخر مباشرة بعد إعلان الرئيس التركي بدقائق كان هناك بيان لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل جوزيف بوريل هو الشخص المكلف من المجلس الأوروبي منذ عام بإعداد حزمة عقوبات لملفات عديدة خلافية ضد تركيا هذه الملفات تم وضعها جانبا في قمة ديسمبر الماضي آخر قمة في عام 2020 ومن ثم بعد التراجع الكبير في مواقف الرئيس أردوغان في عديد من الملفات الخلافية منها ملفات شمال سوريا تنقيب على الغاز شرق المتوسط اللاجئين فتح الحدود الملف الديبي كل هذه الملفات كان قد أقدم بداية العام بعد نجاح الرئيس بايدن أقدم رئيس التركيا أردوغان بإعلان تراجعات وتغيير كبير في مواقفه ومواقف تركيا مما جعل القادة الأوروبيون يتخذون قرارا برفع هذه العقوبات إلى قمة مارس وفي قمة مارس تم تحييد هذه العقوبات وليس إلغاؤها تم وضعها جانبا وقال حينها شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي نحن ننتظر أفعال وليس أقوال أقوال السيد أردوغان جيدة تراجع عن كثير من المواقف الاستفزازية ولكننا ننتظر أفعال وقدمت أوروبا في قمة مايو الماضي حقبة مساعدات مالية لتركيا لعانتها في ملف اللاجئين ولكن يبدو أن الرئيس أردوغان لم يخيب ظن الأوروبيين حيث أن أوروبا لا تثق في رئيس أردوغان ولا تثق في وعوده هو من حين لآخر يستطيع أن يستحدث ملفا خلافيا ويصعد به إلى أعلى مستوى ثم ينتهي الأمر إلى لا شيء أوروبا ليست عاجزة أوروبا لديه أفعال المسألة مسألة محاولة ابتزاز يعني هناك في ملف آخر كما ذكرت ملف اللاجئين والاتفاقية التي وقعت عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي كان هناك التزامات مالية على الاتحاد تركيا تقول بأنه الاتحاد الأوروبي لم يلتزم الآن في وضع الجزيرة تركيا تقول بأن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم ماليا مع الجانب التركي شمال الجزيرة القبارصة للأتراك ملف قبارص هو ملف ضمن صلحيات مجلس الأمن والأمم المتحدة وهذه السلطة العليا ولكن ضمن القوانين الأوروبية طالما أن قبارص هي دولة عضو في دول الاتحاد الأوروبي فإن روح التضامن مع الدول الأعضاء هي تجبر الاتحاد الأوروبي لوقوف دائما إلى جانب الدول الأعضاء وتركيا ليست دولة عضو من ضمن الاتحاد الأوروبي الأمر المتطور في هذا الأمر أن قبارص في هذه المرة لم تكتفي بالذهاب إلى مجلس أوروبا أو المجلس الأوروبي هي ذهبت إلى الأمم المتحدة وهي ذهبت إلى المجلس الأمن وذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطلب منفصل عن الهيئات الدولية إذن أردوغان هو يورد تركيا أعتقد أن رئيس تركيا أردوغان كان يتوقع مزيدا من الاهتمام به شخصيا وبتركيا من قبل الأوروبيين ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية جراء قمة الناتو الأخيرة في بروكسل. ولكنه لم يحدث ذلك. لأن الكل الأوروبي وحتى الرئاس قيادة البيت الأبيض الحالية لا تثق في الرئيس التركي. والكل ينتظر الانتخابات القادمة. وهناك برئيسات كثيرة صدامية بين الغرب وبين تركيا. لم ينجز أردوغان أي وعد من وعوده. بما يتعلق بحقوق الإنسان. بما يتعلق الملف السوري. بانسحاب الميليشيات. أول أمس كان هناك تقرير يؤكد أن لازالت تركيا ترسل ميليشيات إلى ليبيا. مما استدعى قوات أوروبية قريبا سوف تكون في الأراضي الليبية. هدفها طرد ميليشيات. نعم. إذن ملف جديد دكتور رمضان يضاف إلى الملفات الخلافية الكثيرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. سيد أسجان. لماذا فشلت تركيا حتى الآن بإقناع الجانب الأوروبي بموقفها. رؤيتها لمستقبل الجزيرة. أبعد من ذلك دولة القبارصة الأتراك. لم تعترف بها أي دولة حول العالم سوى تركيا. هل كل العالم على خطأ وتركيا على صواب؟ لا. أصلا تتصرف على دول التعادل الأوروبي أحاديا. لماذا؟ لأن على سبيل المثال هم ضموا القبارصة اليونانين إلى اتحاد الأوروبي. هذا من طرف تركيا يرى أو ترى على أنها تصارف أحادي. لماذا؟ هم أخذوا أو ضموا جزيرة الكبرس مقسما. هناك تقسيم بين الأتراك وكبارصة الأتراك وكبارصة اليونانين. هناك نزاع حول جزيرة الكبرس. لماذا ضموا هذه الجزيرة إلى اتحاد الأوروبي؟ لكي يتناوش مع تركيا ويتناوش مع تركيا. هم يتصرفون بشكل أحادي. هذا واضح بالنسبة لتركيا. بالنسبة فرض الوقوبات ضد تركيا. فرض الوقوبات أصلا منذ تدخل العسكر تركيا 1974. هناك فرض عقوبات من قبل الولايات المتطاة التمركية. عدم بيء أصلا متطورة لتركيا. فامتدت لغاية كثيرة. أقود. إذن لو فرضت دول الاتحاد العوروبي بعد عقوبات الجديدة على تركيا. تركيا متعودة على ذلك. هذا لا يحل قضية الكبرس. يحل قضية الكبرس أن يكون هناك عدل ومصاوات بين الطرفين. في هذه الحالة تنهل. قضية ليس قضية هزب العضالة والتنمية أو رجب طيب أرضوان. كما ذكرت في 2004 كان هناك قد ترهت خطة عن نان أصلا لتوهيد جزيرة كبرس. من الذي رفضت هذه الخطة؟ قبارصة اليونانيين. ليس الأتراك. إذن هناك تصارف حادية. ولكن عند الاتحام تتهم تركيا على النهاة الحالة. أحاديا. مع أن هنا صباقون في هذا المجال. وصلت هذه الفكرة. دعني أتحول بها إلى دكتور رمضان أبو جزر. إذن الاتحاد الأوروبي عاق توحيد الجزيرة. وأيضا نقطة أخرى. ربما تركيا طرحت حل الدولتين بالنسبة للجزيرة. لا يمكن أن يكون هذا هو المخرج الوحيد للأزمة المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي. إذا كان توحيد الجزيرة والدولة الواحدة أمر يتعدر الوصول إليه. نحن نقترب من 46 عام. أو 47 عام. منذ عام 74. 54 عاما. هذا الوضع قائم يا عزيزي أحمد. هذا الوضع رغم أن تركيا هي دولة عضو في حلف الناتو. وهي دولة كبيرة ذات إرث تاريخي. ودولة إسلامية ضمن دول المنطمر الإسلامي. ودولة ضمن آسيا وعلى أبوابات أوروبا. إلا أن تركيا لم تستطع جلب اعتراف دولة واحدة. حتى لو كانت في جزيرة في المحيط الهادي. لتعترف بقبرص تركيا. فكيف لتركيا تريد أن تفرض إرادتها على الكل العالمي. على الأمم المتحدة. على الاتحاد الأوروبي. على المجلس الأمن. على المحيط. يجب أن نستذاج أن نعتقد أن إثارة هذا الملف هو من أجل حقوق القبارس الأتراك في هذا توقيت بالذات. هذا توقيت مهم جدا. وأردغان صعد ويبدو أنه في كل مرة يخطئ في تقدير الموقف. لأنه استطاع أن يستجلب إجماعا أوروبيا. وهذه المرة سوف يكون مختلف سوف يواجه إجماعا أوروبيا أمريكيا. وموقفا موحدا أكثر صلابة. ولن يلقف هذا الموقف والإجماع الأوروبي عنده هذا الملف فقط. سوف يتعداه إلى ملفات أخرى. إذن سوف تواجه السياسة التركية بمجموعة سياسات متوافقة أوروبية أمريكية ضد سياسات الرئيس أردغان. سوف تتجاوز ملف قبرص وسوف تذهب إلى ملفات أخرى. وأعتقد أن الملف الليبي هو الملف أصبح على طاولة اهتمام الأوروبيين والأمريكيين للطرد الميليشيات التركية من ليبيا. وسحب أي نفوذ أو القضاء على نفوذ التركي من ليبيا. أيضا لن يستفيد القبرص الأتراك من الإجراءات التي يرمي بها الرئيس أردغان لتعزيز وضعه التفاوض في ملفات أخرى مع الأوروبيين. هناك قائمة عقوبات تم تأجيلها. ويبدو أنها بالمناسبة في شهر مارس الماضي جوزيف بوريل طالب المجلس الأوروبي بوضع ملف العقوبات التي تم إعدادها جانبا وليس حذفها أو إخفاؤها. وصلت هذه الفقرة. دعني أتحول بسؤال الأخير لسيد أزجان. كثير من العقوبات بانتظار تركيا. الولايات المتحدة تذهب إلى مجلس الأمن من جديد. ما هي خيارات تركيا؟ طبعا تركيا تقارم لدوقتات الدولية. دولية حول جزيرة كبرس. تركيا طبعا تطالبون دائما تركيا تنازلات حول جزيرة كبرس. جزيرة كبرس ليس عبار عن سكان أتراك أو اليونانيين. ولكن هناك استراتيجية قائمة على جزيرة كبرس. لا تركيا تركت جزيرة كبرس. لا تبطل أيضا المياه المحيطة لها اليونانيين. لذلك الوضع أعمق من جزيرة كبرس أو سكان الأتراك أو سكان كبارسة اليونانيين. تنكتش هو زعيم كبارسة الأتراك يوم قال لعرفات نحن نعتز بدعم لتركيا. لذلك نحن نكف دائما على عقابنا أو على أقطامنا. نكف دائما على أقطامنا. ولكن ليس هناك دولة عربية وحيدة دائما تؤيد الفلسطينيين. إذن تركيا داعمة للأتراك وستقف كنا وصلت الفكرة سيد مصطفى أوسجان الكاتب الصحفي والمحل السياسي. كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لدكتور رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. كنت معنا من بروكسل. شكرا جزيلا لك.